في الوقت الذي يصارع فيه العراقيون شضف العيش وصعوبة الحياة ويفتقرون إلى أبسط الخدمات الإنسانية وتعصف بهم الأزمات يتصارع السياسيون على تقاسم كعكة الحكومة المقبلة وتأمين مكاسبهم الحزبية فيها ومع قرب الانتهاء من حسم نتائج الانتخابات تخوض الأحزاب السياسية صراعا حميما على تشكيل الحكومة القادمة من خلال الكتلة البرلمانية الأكبر فتحالف سائرون أكد أنه ماض بمشاوراته مع الكتل والأطراف السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة انطلاقا من كونه الفائز الأول في الانتخابات بحسب المتحدث باسم التحالف قحطان الجبوري ائتلاف الفتح الذي أعلن تحالفه مع سائرون مطلع حزيران الماضي ترشيح زعيم ميليشيا بدر هاد العامري لمنصب رئاسة الوزراء في خطوة عدها كثيرون انفراطا لعقد التحالف مع الصدر وطيا لما كان يشاع عن تحالف مرتقب مع حيدر لعبادي إذ قال عضو الاتلاف محمود الربيعي أن شروط رئيس الوزراء المقبل لا تنطبق على لعبادي أما اتلاف دولة القانون بزعامة المالك فقد أعلن على لسان القيادي فيه سعد المطلبي عن توصله إلى تفاهمات مع تحالف الفتح بشأن تشكيل الحكومة المقبلة مؤكدا أن إعلان التحالف الجليد سيكون بعد ظهور نتائج الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها ومن اللافت في واقع الخارضة السياسية في العراق أن الثابت فيها هو سرعة التجمع والتشردم للمتصارعين وحالة عدم الثقة المتفشية بينهم في وقت تشهد فيه البلاد تظاهرات واسعة تندد بالفساد الحكومي والعملية السياسية وهذا ما دفع أطراف العملية لمحاولة قطف ثمار الاحتجاجات عبر رفع الصوت ضد الفساد وركوب موجة التظاهرات